مش بقى على إعلام النادي المنافس إعلام النادي المنافس بيواصل ضغوطه على الحكام حتى فيه موزيع معروف طبعا بإثارة الفتنة بيقولك إيه؟ إن الكابتن أحمد الغندور حكم هو الحكم المحبب للنادي الأهلي حكم المحبب للنادي الأهلي والنادي الأهلي قلب عليه ليه بقى؟ عشان النادي الأهلي يتعادل معاه مرة ماتش اللي فات يقولك بقى خلي بالك عشان ده دارس لكل الحكام عشان الفترة اللي جاية لو ما جملتوش الأهلي الأهلي مش محتاج مجاملة حيتقلب عليكم من الأهلي فبلاش أصلا تدوه حقه عشان ما تعودش على كده ده معنى كلامه ده معنى كلامه لأن كده كده الأهلي حيقلب عليك أنا بقى عايز أقولك حاجة نادي الأهلي بمهور النادي الأهلي قناة النادي الأهلي إعلام النادي الأهلي ما بيحبوش حكم معايم ولكن بيحب العادل في كل شيء بحب الحكم العادل اللي بيدي كل واحد حقه يدينا حقه ويدي الفريق الخصم حقه بعيد عن أي مجملات لو علي حاجة حسبها لو لي حاجة حسبها إحنا مش عايزين أكتر من كده على فكرة النادي الأهلي طول عمره طول عمره ما بيحتاجش حاجة من حد بإذن الله لأن النادي الأهلي رده جوه الميدان بتكلم على الرياضات المختلفة اللعيبة في الملعب ورده بره الميدان من مجالس إدارته وإحنا عارفين في الوقت الكبيرة قوي 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 مع احترام الجميع الأندية بين النادي الأهلي وأي نادي تاني وأي نادي تاني إحنا مش عايزين أكتر من حقنا مش محتاج أكتر من حقنا إيه رأيك بقى أنا مش عايز زي ما أنتو عايزين وناديك عايز وإعلامنا ديك عايز حكام الاحتواء لا مش عايزينها اللي بيجو على المنافسين عشان أنت تاخد حاجة مش حقك أنا مش عايز دي أنا كنادي أهلي مش عايز دي